فوز مهم ونوفمبر بيبتسم لنادي الزمالك تالت فوز للكابتن معتمة جمال مع نادي الزمالك في ثلاث بطولات مختلفة البداية كانت مع فريق بيرامدز فيه قبل نهائي كاس مصر وقدر يكسب بعد مارسون المباراة كانت تاريخية في نتيجتها وفي شكل المباراة فنية كمان لعب مع فريق أبو سليم الليبي من كام يوم والراجل أدى مباراة كانت صعبة جدا دفاعيا من فريق أبو سليم الليبي وقدر يتخطى المباراة وقدر يحصل على ثلاث نقاط في أولى مباراة دور المجموعات في كونفدرالية من 2017 نتزة مالك محققش الفوز في أول مباراة في المجموعات سواء في دور الأبطال أو في كونفدرالية الإفريقية النهاردة الراجل بيفوز للمباراة الثالثة على التوالي ولكن في الدور المصري بيعمل تاني كلينشيت مع نادي الزمالك في المباراة كانت رائعة فنيا وعلى مستوى النتيجة وعلى مستوى أداء لعبي نادي الزمالك قدام فريق وخصم صعب يمكن لو بصينا على المباراة النهاردة هتلاقي مباراة صعبة جداً انت قدام فرقة متماسكة مليانة لعيبة فيها بعض اللاعبين الدوليين فيها لعيبة عندها خبرات كتير جداً في الدور المصري هتكلم عن المباراة بشكل مفصل ولكن في حدث مهم جداً ويمكن شوفنا بعض وسائل الإعلام اتكلموا عن مصطفى شالبي وإصابة مصطفى شالبي وقالوا إن مصطفى شالبي الإصابة بتاعته اتشخصت غلط والإصابة بتاعته في نفس الإصابة وفي نفس المكان في وجه القدم وهيركب مصامير وكبروا الموضوع وعملوا فيلم وعملوا شائعة المفترض إن احنا ممكن نتقبل الشائعات من بعض المواقع موقع بيدرب خبر موقع يقولك كلمتين كده وممكن تصيب يدخيب لكن في قناة وفي برنامج رياضي ويتقالي الكلام ده ده يبقى شيء في منتهى الإسفاف الدكتور محمد أسامة كان مكلمنا عن إصابة مصطفى شالبي قبل كده وقال لنا إن الراجل خات خبطة خات خبطة في وجه القدم ولكن مش مؤسرة هي بس هيتعمل لها برنامج تأهيلي وعلاجي عشان يتعافى من الخبطة ده ده اللي الراجل وضحه وبشكل مية في المية كده الخبر واخدينه من مين؟ من الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي طيب إحنا هنا في زمالكاوي كلمنا مصطفى شالبي والراجل اتكلم وقال الراجل قال إن كل الكلام اللي تدولته وسائل الإعلام كلام عاري تماما عن الصحة وقال أولا كل الأخبار المتدولة عن خضوع الفحوصات طبية خارج النادي مع طبيب آخر غير طبيب إبناء الزمالك ده شيء غير صحيح وقال أنا بتابع البرنامج التأهيلي والعلاجي الخاص بإصابتي تحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي إبناء الزمالك اللي بيشتغل معايا منذ تعرضي للإصابة وبيتابع الأمور لحظة بلحظة حتى في الإصابة الأولى اللي اتعرضت لها في وقت سابق وتمثلت بعدها للشفاء بشكل تان ولا يوجد أي تقصير من جانب الدكتور محمد أسامة خضعت لأشعة جديدة منذ يومين تحت إشراف دكتور محمد أسامة ضمن البرنامج العلاجي والمتابعة الخاصة بإصابتي في الفترة الحالية أنا بقوم بتنفيذ البرنامج العلاجي الخاص بي يوميا داخل نادي الزمالك وللتوضيح لا أعاني من أي كسور في القدم كما تردد ده كلام الراجل لينا يمكن قبل البرنامج على طول لازم لنا خالد صلاح تواصل مع اللاعب وده كان كلام الراجل فما ينفعش أن أنت تسير البلبلة وإنت برنامج ممكن يكون فيه ناس بتابعك أنك تضرب خبر مزيف زي ده